ايوه ايوه قلتلي ايه بقى اللي مش مستغلى عندنا اراضي شركات حصص يبقى عندنا فرص استثماريه كبيره مش مثلا بيقولك الفرص اللي مش قادرين اننا نستغلها الامكانيات الغير مستغلى مثلا مش اراضي هنستصلحها مش موارد بشرية هنستخدمها لا عندنا اراضي نبيعها عندنا حصص نتنازل عنها عندنا شركات نقفلها زي ما كده شركه ماه كابتل ودي زراع استثماري لجهاز قطر السيادي قدمت عرض للقابضه للنقل البحري والبري ان هي تستحوز على حصه اكتر من خمسين في الميه في شركه بورسعيد وضميات لتداول الحويات والبضايع في اطار بقى يعني ايه نزود الاستثمارات نزود الاستثمارات القطرية في مصر وليه ان همسك في القطرية لسنديق بقى العربية والخليجية اللي عايزة تيجي وتستثمر في مصر فاهلا وسهلا بيهم يجوا ينورونا لكن طبعا المشكله لغاية دلوقتي ايه المشكله اللي بيننا وبين شركه المه كابتل ديه ان هما عايزين حصه اكبر من حصه مصر او بمعنى اصح هما لما يطلبوا حصه تزيد عن حصه 50% فيبقوا هما الشريك الاكبر وانتو عارفين ان الاداره دايما بتروح للشريك اللي بيكون عنده حصه اكبر او نسبه اكبر فهي شركه المه كابتل او اه مه كابتل عايزة اكتر من 50% من القابضه للنقل البحري والبري فده اللي موقف الموضوع يعني لقين غير كده ايه مش عارفين هيرسل على ايه لو تفتكروا كنت جبتلكم من اسبوعين تقريبا كان فيديو للفريق كامل الوزيري لما قال ان هو سافر على قطر وسافر على الامارات لعرض استثمار في بعض الشركات التابعه للنقل فادي اول حاجه اهو النقل البحري والبري عايزين يستثمرو اكتر من 50% في شركه بورسعيد ودميارد